اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء والنهاردة معاكم علشان نقدم مع بعض طبعا نشوف مع بعض كده الطايتل احنا قلنا اليونت ونركز كده مع بعض ده الفعل بتاعها طيب ماذا ن يعني بالتعاملات؟ التعاملات هي انك تفضلت في تفعلها يعني عندما تفضلت شيئا يعني انك تفضلت شيئا او انك تفضلت شيئا او انك تفضلت شيئا يعني نقول لها الواحد انجز شيئ معنى انه اقدم شيئ كويس جدا يعني نجحت في اداء شيئا الاول كده هقدم لكم بعض الكلمات ويمكن اركز في حاجة مهمة النهاردة جدا اليونت دي مهتمة بيها اللي هي how to define words ازاي يعرف الكلمات ودي مهارة عايزين الطلبة يعرفوها it's not important to translate words into Arabic يعني مش عادة ترجب الكلمة فقط ولكن to know how to explain it in English يعني عندنا برسل كلمة جينيس جينيس what is a جينيس برسن يعني مقول له على شخص انه جينيس when you say about someone that he is a جينيس what do we mean by جينيس a person who has a very highly developed brain a person who has a very high developed brain يعني ما يكون شخص له قدرات عقلية عالية جدا بنقول عليه ايه بنقول عليه جينيس جينيس طيب عندنا برضو كلمة special special when you say about something that it's special special means a better better than other things يعني مقول له على حاجة ان هي special معناها ان هي افضل من الاشياء الاخرى special means better than other things ويمكن في ساعات يعني بتبقى كلمات في اللغة العربية ترجمتها متشابهة لكن في الانجلش مش سرنا بطرق مختلف يعني احنا عارفيني كلمة special دي اللي يازم نقول better than other things طيب لو انا قلت بقى كلمة private private what is the difference between private and special زي ما قلنا special معناها better than other things حاجة افضل من حاجة اخرى طيب private يعني ايه او بستخدمها ليه means that something ايه بقى belongs to someone or some people some thing that belongs to احنا عارفين كلمة belong to يعني ينتمي الى belong to someone or some people يعني لما يكون الحاجة بتخص اشخاص اشخاص بنقول عليها ايه private private something that belongs to ايه بقى some one or some اللي هي بنقول عليها حاجة متعلقة بالايه بالبستشن او بالملكية يبقى ده الفرق بين كلمة special وprivate عشان ما يجيلي سؤال في choose ولا special وprivate if the sentence about something which is better than other things لو حاجة افضل من حاجة يبقى استخدم special لكن لو بيكلم على position او الملكية بتاعت الشيء to someone or to some people يبقى في الحاجة دي استخدم كلمة private يبقى الوقت عرفتنا كلمة special private كلمة genius and also achievement او achieve او achieve برضو في يونت اه فايف عندنا برضو كلمة develop 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 is a verb development is the noun ناخد بالنا من المشتقات دي برضو developed developed is the adjective دي الصفة دي الصفة طيب develop is a verb دي فعل معناه ايه يطور او ينمي وبعد كده عندنا كلمة ايه اللي هي النوع بتاعها وديفيلوب اللي هي الايه الادجكتف يعني ممكن اقول لشخص you have to develop your skills you have to develop your skills او ممكن اقول the government tries to develop the abilities of people الحكومة بتحاول تطور الكدرات بتاعت المجتمع والدول develop انت بقى اللي هو التطوير و develop ممكن اقولها عليها متطورة for example you can say my school is very developed مدرسة متطورة او ممكن تقول japan is a very developed country اليابان دولة متطورة يبقى دايما ابقى حريص جدا وما بستخدم الكلمة هل انا محتاج استخدم النون ولا محتاج استخدم الفرب ولا محتاج استخدم اللي هي الادجكتف لان ده بيتوقف على المعنى اللي انا بقصده من الجملة فابقى عارف دايما اللي بنقول عليها ايه بقى parts of speech اللي هي اجزاء الكلام develop development and developed برضو عندنا من ضمن الكلمات اللي قلنا عليها اللي هي كلمة on zero here shows ودي يمكن بنقول عليها بقى phrase احنا بحاول نقول العبارات الهمة give the answers to give the answers to hear hear or heard about انت هتلاحظ ان الكلمات تي مش isolated كده فوكابلار مش كلمات منعزلة ولكن دي عبارة عن مجموعة من phrases العبارات اللي قد تكون فيها prepositions انذر شود يعني في البرامج give the answers to يعني لما اقول i could give the answers to most of the questions i could give the answers to most of the questions يعني قدرت اجاول اسئلة او ممكن اقول لي شخص ايه what did you hear about what happened yesterday او ممكن اقول لي شخص did you hear about what happened yesterday هل عرفت اللي حصل او سمعت شيء عن اللي حصل ويمكن في فعل تاني اسمه here بقى from طب يا ترى what is the difference between hear about and hear from hear about يعني معناه يسمع عن لكن hear from يعني معناه ايه يعني اتلقى اخبارها من شخص يعني ممكن مثلا your father traveled abroad لو بواك سفر للخارج and you say i haven't heard from my father for a long time i haven't heard from my father for a long time يعني اذا ما حدود بقالي كتير مجدتش اخبار مثلا من my cousin my father and so on يبقى hear about يسمع عن شيء لكن hear from يعني معناه يتلقى اخبار من شخص برضو من ضمن الحاجات اللي موجودة عندنا في unit five من العبارات احنا عندنا الفيرب اللي هو want to want to is followed by the a the infinite want to برضو عندنا would like to would like to would like to ليحب أن is followed by the a the infinitive يبقى want to and would like to when you want to do something or you can say i would like to be a doctor i would like to travel to لندن i want to be an engineer وهكذا يبقى want to and would like to دي من ضمن اللي بيبقى مدبوعة ب want to would like to وبرضو احنا عارفين في عندنا هي used to plus infinitive used to زي ما تقول مثلا i used to play football when i was young i used to ride a bike when i was young طيب هننتقل دلوقتي بقى قدرة ability يعني معناها القدرة ازاي اعبر عن ability عندنا number one we can use the subject plus could plus infinite ادي اول فورم للتعبير عن الابد نكس جدا على could subject plus could plus infinite وطبعا الابلتي هنا ايبقى في الماضي يعني لو انا بعبر عن قدريتي على فعل شيء في الماضي امبارح قدرت اعمل حاجة وانا صغير كنت مقدر اعمل حاجة استخدم ايه استخدم could for example you can say when i was young i could ride a bike وعايز ان اوضح للطلبة حاجة طبعا ادي could وده طب الجملة دي بتعبر عن ايه؟ بنقول عليها بتعبر عن general situation يعني موقف عام يعني ايه موقف عام؟ يعني ايه موقف عام؟ يعني معناه ان انا وانا صغير بصفة عامة كنت باعرى فارقة بعجلة وين اي ووز يانج اي كود رايد ايه؟ ابيك وهدي بقى نقول الحتة دي مهمة في ايه؟ وين اي ووز يانج اي كود رايد ابيك يعب اعبر عن general situation not specific situation هنا الجملة دي بتعبر عن وين اي ووز يانج اي كود رايد ايه؟ ودي بنقول عليها جملة او جملة مسبتة طيب نشوف مع بعض كده جملة اخرى برضو نقوم مع بعض الجملة دي كده yesterday she could solve the problem يعني اقول امس استطاعت انها تحل وناخد بالنا كود بيجي بعدها ال infinitive دي حاجة مهمة وسهلة في نفس الوقت she could solve the problem يعني قدرت تحل المشكلة ده بنقول عليه بقى ايه؟ specific situation يعني موقف خاص specific situation يبقى دي استخدام كود طيب برضو خلينا مع كود يا ترى when you ask a question بقى لو انا عندي yes or no question اما اسأل سؤال بيصنوه بعمله ازاي؟ ببدأ بكود واجيب بعديها ال subject ثم الايه؟ ال infinitive عشان الفورم مهم جدا يعني انا عايز اعمل سؤال من اللي بنسميه yes or no questions بعمله كده could subject infinite زي ما اقول له واحد could you do homework could you do homework yesterday يبقى دي جملة في الماضي نشو بقى الفورم بتاع السؤال could you subject do infinite يبقى لما بعمل سؤال بيس او نو بقول ايه could you do homework yesterday وطبعا في الاجابة هقول ايه بقى yes i could او no i could yes i could او no i could يبقى ده yes no question طب يا ترى لو بعمل سؤال اللي هو بنقول عليه بقى طبعا فيه فورم تاني من الاسئلة بنسميه ايه after that the subject after that the infinite ناخد بالنا من الفورم ده كده عشان نعمل السؤال على اساسه زي مثلا ما اقول له واحد ايه what مثلا what could you do when you were young what could you do when you were young يعني ما اقول له واحد اللي كنت بتقدر تعمله وانت صغير what could you do ناخد بالنا بالسؤال ادي كد وقبلها اداة الاستفهام ثم السبجيكت الفاعل ثم دو طبعا السبجيكت ممكن يتغير يبقى هي شي لان كد طبعا بتيجي مع كل السبجيكت هي شي ات يو وي زي وهكذا what could you do when you were young ممكن في الاجابة يقول i could ride a bike i could ride a horse i could go to school alone i could speak english well كنت بقدر اتكلم انجلش واحد كزا what could you do طيب نشوفها بعد بقى اللي هننتقل لي دلوقتي نتكلم على ايه بقى able to able to ازاي بقى نستخدم كلمة able to ايه معنى able to able to نفس معنى could يعني معنى قدر على طب لما باستخدمها باستخدمها ازاي ناخد بقى بالاختلاف و بعدين was aware بعد كده باستخدم able to بعد كده باستخدم ال infinitive نشوف كده مع بعض اللي هي الاستخدام ببقى ازاي ايه subject able to финative طبعا هنا لازم قبل ايبول تو يكون فيه وز او ايه زي ما انت تقول مثلا ايه اي وز ايبول تو اي وز ايبول تو باس زي اجزامز لاست ويك يعني مو هدول قدرت اعبر او اعدي في الامتحانات او انجح في الامتحانات لازم ايبول تو يجي قبلها ايه بقى يجي قبلها وز او وير وعارفين طبعا حاجة سهلة جدا ان وز ايبول تو ايبول تو بقى دي مهمة اول حاجة ابدأ بايه بوز او وير ايبا هبدأ بوز او وير معناهم هل بعد كده اجيب بعد كده اجيب ايبول تو وبعد كده استخدم ده السؤال اما يبقى بيس او نو زي مسلا ما اقول ايه وير يو ايبول تو ويرك اوت ويرك اوت دي معناه يحل ناخد بالنا بالكلمة دي زا سام او زا سامز وطبعا كلمة السام دي ناخد بالنا مش سام بعض لا دي سام اللي ايه المسألة الحسابية وير يو ايبول تو ويرك اوت وناخد بالنا بالفعل ده برضو ويرك اوت دي معناه يحل مسألة لان في عندنا كلمة برضو معناه يحل بس يحل ايه بقى مشكلة او 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 لغز لكن يحل ايه يحل مسألة ناخد بالنا من تكوين السؤال وير يو ايبول تو ويرك ادي وير ناس الطريقة اللي فوق وير يو هو السبجك ايبول تو طب لو واحد سألك كده هتقول له ايه يس ايو 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 كنت قادر ان احل المشكلة او ممكن اقول له ايو 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 عشان برضو طويل شوية زي مسلا ما اجا اقول ايه? what where you able to do yesterday يعني ما اقول له احد ايه اللي انت تمكنت انك تعمله امس? what الاداة? where helping verb الفعل المساعد? you subject able to الفعل بتاعنا اللي هو قادر على. ثم بعد كده. اما اجا اجاب سؤال زي اقول ايه? i was able to مثلا help my mom. وهيقول لكم يعني تمكنت ان ساعد والدتي. i was able to help my mom. i was able to help my mom. يبقى ده سؤال بwh questions. كل اللي قلنا ده اسمه في الاسبات وفي الاستفهام. طب يا ترى بقى لما باجا اعمل negative sentence يعني لما باعمل نفي. النفي سهل جدا. negative او negation. لو هنفي كود اقول ايه? subject. وبعدين استخدم couldn't. وبعدين infant. المصدر. حاجة سهلة جدا. كل اللي اعمله ان انا اضيف not الى could. يعني تبقى ايه? تبقى couldn't. يبقى. اما اقول بس ايه? he couldn't. he couldn't. go to the cinema yesterday because he was illness. او because it was raining. يبقى انا استخدمت ايه? ادي couldn't ايه? وبعدين ايه? the infinitive couldn't go. طب يا ترى بقى لو عايز انفي ايبل تو. ايبل تو. اعمل ايه? نشوف كلا نعمل ايه في ايبل تو لما تكون نافي. بعد subject. بحط ايه? wasn't. لازم اجيب او ايه احنا اتفقنا. awarent. wasn't awarent. وبعد كده اجيب ايبل تو. وبعد كده الانفينت. طب فيه طالب ممكن يقول ايه الفرق ايه اساسا بين code و ايبل تو? ايبل تو is used in ايه بقى? specific situation. يعني بتتكلم عن مواقف محددة. يعني انا لو النهاردة مثلا بتكلم على مبارح. ان انا مبارح قدرت احل الواجب. قدرت ان انا احصل على جايزة. قدرت ان انا ارسم آآ رسمة جميلة. بتكلم على مواقف معين. مش حاجة عامة على طول بعملها. يعني زي ما انت تقول اي wasn't able to win the prize last week. يعني انا دخلت مسلا في ايه? في competition منافسة. ما قدرتش افوز بالجايزة. اقولي بقى اي wasn't able to win the prize last week. ده بيتكلم على موقف معين او specific situation. موقف محدد. يعني هو مش على طول ما بيفص بجوائز. لا. هو بيقول اي wasn't able to win the prize. ايه بقى? last week. كده قدمنا كل الاستخدامات بتاعت code و couldn't. في الاسبات. في ال question. سواء yes no او wh question. وايضا able to في هي و could. طب ممكن السؤال يجيلي ازاي? تعالوا شوفوا مع بعد كده. اي couldn't. شوف كما بعد اصقر. اي couldn't write a story yesterday. جملة سهلة خالص ايه? فيها couldn't. طب بيجي في الريد رأي تقول لي ايه? استخدم ايبل. يعملها ازاي دي بقى? هاستخدم اهم حاجه نحافظ التكوين. اقول اي واحزف couldn't. طبعا هل اقول اي able to كده على طول? لا. لازم اقول اي wasn't. طب طالبا يقول لي ممكن اقول was? لا. طالبا الجملة negative. يبقى انت اجيبها في الناف. I wasn't able to. إلا بقى لو هتغيب في كلمات في الجملة. write. يبقى انا جبت wasn't able to. write a story. وقت ببقى يستردي. يبقى شلت couldn't واستخدمت wasn't able. طب نشوف شكل الثاني برضو للسؤال. لما اقول مثلا ايه? could you could you win an award? وعندها كلمة award دي يعني زي جايزة. in the competition اللي هي المسابقة. could you win an award? in the competition? يقول لي استخدم ايه? able. ده سؤال ناخد بالنا. ده مش جملة ده سؤال. يبقى اقول ابقى where you? ده سؤال yes and no. وبعدين اقول able to win. واكمل بقى الجملة حتى النهاية. يبقى بدل code شلت code. حطيت where? جبت subject. وبعدين able to. اه ابناء الاعزاء اه طلبة الصف الثالث الاعدادي. النهاردة نقشنا مع بعض. and some vocabulary. وكلمات of unit five which is entitled achievements. وان شاء الله في الحلقة القادمة هنحاول ان احنا نقدم exercises وايضا revision على اجزاء اللي فاتت في المنهج. dear students i enjoyed being with you today. thank you for being with me and keep watching.